اشتركوا في القناة وبالمناسبة ما تخافش على الاهلي غير من الاهلي ابراهيم اهلا بك يا برش مهندس اهلا بك عزيزي المشاهدين وموعد يتجدد معكم وحشتونا بالفعل لقاء العودة اليوم في لقاء الاثنين الحلقة رقم تسعمية وعشر تسعمية وعشر لقاء بنا وبين حضراتكم اعتقد حفظتوا بما يكفي منهج ملك وكتابة وخط ملك وكتابة ومعارك ملك وكتابة دفاعا عن الاهلي وحفاظا على ثوابت وقيم وتقاليد النادي الاهلي اللي المهندس عدلي بداية انه ما تخافش على الاهلي الا من الاهلي فيتو سنامي اخلاقي سنامي اخلاقي النهج الجديد مش الجديد مش جديد او يعني انك تاخد الامور وتلويها تاخد ميزات المنافس تنسبها لنفسك وتحدف عليه عيوبك وتجافي الحقيقة وتشوهي التاريخ وتقلل من انتصارات المنافس وتعظم من اي انجازات طيب انا ليه بقول ما تخافش على الاهلي غير من الاهلي لان معظم اخفاقات الاهلي نتيجة عدم اداء الاهلي بالمستوى المعلوم عن الاهلي او مستوى الحقيقي فانت عدوك بيبقى مستوى حليفك هو مستوى اذا كنت فيه فورمت وجاهزية النادي الاهلي المعروف عنه اللي يعني بيتوفرها له ادارته بيتوفرها له اجلسه الفنية والسكواد بتاعه ما تخافش على الاهلي ما تخافش على الاهلي الا اذا كان هناك طب انا ليه بكلم ده المين انا المراد يا جماعة بكلم ليك وانتم يا جماهير الاهلي خلاص هي بانت طول عمر اقول الاهلي مالوش لجمهوره حقيقة والان ومن المؤكد الاهلي مالوش الا جماهيره حجم التضليل حوالينا بقى كبير جدا فنأجل شوية احنا نعاتب بعض نأجل شوية ان احنا ننظر على بعض وندرج تماما ان النادي الاهلي ادارة ومسؤولين همهم الاول والاخير اسعاد جماهيرهم فهم بشغلوا من اجل الجماهير ولكنهم لا يمكن ان يكون مطلقي لاراء لم يتفق عليها ويبتدي يتبنى حافظوا على الاهلي كما وجدتم ده كلام مهم فيه نقاط مهمة جدا لكن نشوف ابرز عنوين الحلقة لو على الوحدة خد خمسة يا كابتل العدالة بين التسريب والتخريب الفيفا هيقول لكم اسمها ايه عشان ترتاح فيروس خطير يضرب قطاعات الناشئين والاهل يحزق واخيرا وايه كمان يا دكتور كمان ده محتوى حلقة النهاردة لكن خلينا قبل ما نبدأها فيه نقطة نظام مهمة نتفق عليها على من خلال الاحداث الجارية ومن خلال اهتمامات البرامج الفضائية الاخرى وده طبعا رأي المهندس عادل لازم ان نسمعه من الطبيعي جدا ان كل برنامج يدور على اي حاجة تخص النادي الاهلي واي حاجة تخص النادي الاهلي هتعمل نسب مشاهدة ومتابعة لما تلاقي فيه راجل دكتور عماد فاروق راجل اخصائي في الطب النفس الرياضي اشتغل كم ساعة في النادي الاهلي الراجل ما حصلش توافق الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي وجه له الشكر الحق بسرعة هاته فتلاقيه ضيف مش عشان يتناقش مثلا مع الزميل هاني حتحوت اوكيه انا متفاهم تماما من ناحية المهنية ان كل مزيع من حقه وكل صحف من حقه يسعى الى موطن الخبر وبقرة الاحداث ده شي طبيعي جدا لكن يبقى الكلام كله احكي لي ايه الكواليس اللي حصلت ايه سبب المشكلة كل ده برضو في المعقول والمطلوب يمكن والمقبول مهنيا لكن توقف عند ده لا تبصت لا النهاردة الزميل سيف زاهر هات عماد فاروق نفس الاصطنبا ونفس البحث عن اي حاجة تخص النادي الاهلي حتى لو كانت من باب ان انت تشوف ايه المشكلة مع انه مفيش مشكلة كل اللي فات ده كوم ومشكلة ازدواجية المعايير في الممارسة كوم تاني لان فيه اندية اخرى عندها مسئولين وعندها مشاكل وعندها حاجات كتيرة جدا يغض الطرف عنها تماما لحد بيستضيف حد ولحد بيسأل حد لا ساعدوهم ان هم يلموا مشاكلهم ساعدوهم ان هم الامور تنتهي ده كويس ده تصرف ايجابي بس ايه رأيكم في محاولة افتعال ازمة لازمة لم تبدأ اصلا ومحاولة مراجعة مسئول ما اشتغلش لسه الراجل اشتغل يمكن ساعتين في التجميع وخلصت الحدود انت مش شايف انه فيس دواجية معايير انا مش شايف اه هو انا قلت المقدمة بتاعتي ليه حشان الكلام ده بقى ده جزء من اللي انا بخاطب به جمالي الاهل خلي بالكو هي هي ولذلك اعنا يعني خلينا نحضن على الاهل اليومين دول اه اه ليه لان هذا كلام عبثي اه يصل الى حد المهزلة اه انا جهازي الفني فكر فكر هو مين اللي فكر انه يدعم الجهاز بمعد نفسه الليل محمد رمضان كابتن محمد رمضان اي المدير الرياضي اي اذا انهي فكرته اي فهو جاي بحد يؤدي دور محدد في زينه اي مش جاي بواحد يوعيد ترتيب الجهاز الفني ونظام العمل داخل النادي الاهلي اي طيب ما حصلش اتفاق حصل سوء تفاهم بين الكابتن عماد فاروق واوة كان لاعبا كبيرا في الكرة الطائرة ولكن كابتن عماد فاروق هو مصقف جدا وقارئ ودارس ولكنه عنيد قوي يعني يعني جاي بتصوره خاص مش بتصور النادي الاهلي يعني انت يجوز يجوز النادي الاهلي كان عايز حاجة محددة في المعيد اللي نفسي كابتن عماد عشان عنده عنده تصور انه يقدر يلعب دوره اكبر بكتير حصل سوء الفهم لا فيها فضيحة ولا فيها خناقة ولا فيها كواليس واللينا بقى الاسرار اسرار ايه ولو فيه اسرار ويطلع اي حد يقولها ده لا يمكن الا ان يكون بسيء لنفسه قبل ما سيء لأي حد تاني لان هذا ليس من اخلاقات العمل مش في النادي الاهلي في اي مكان ده انت لما بتيجي تشتغل في اي وظيفة بيمطلق على سرية عدم عدم الافشاء ما تراه هنا فما بقى لك في النادي الاهلي اللي هو اصلا اصلا الناس بتطلع دي سقفته وكان الكابتن او الاساس زراحمة الله علينا نصف سنين بيقول لك دول ما تعرفش عاجة عنهم مقفولين وهذا سيء اخوة الاهلي فهو المقصود الضرب هو انت كابتن سيف في حاجة من مبارح ما تقالتش عند الاساس زاني هتحود هتكتشفها النهاردة يعني استلف منه فلوس ومرجحاش يعني يعني ايه الخدعة اللي انتوا بتدوروا عليها عشان تمسيكوا فيها يعني كابتن محمد رمضان جايب واحد بتصور في زين الكابتن محمد رمضان التاني جايب بتصور عنده هو ما اتفقوش مع بعض لاي سبب لا ينفع تسيق للكابتن عماد فاروق ولا ينفع انك تطعم في تصرفات الكابتن محمد رمضان لان في الاخر خالص عمالي يقولك هو اتا ما سألتش عليه كويس سألتك عليه كويس في ايه سألت عليه كويس وعنده شهادات وعنده حاجات اتفضل جينا في الشغل هو متصور نحيب قاله دور زي فكرة بالظبط خالد الجوادي هو جاي مترجم هو عايز يليعب دوره اكبر لا ما ينفعش فإحنا عايزين عايزين دي لو انت عندك دوره اكبر لو احتاجنا حد بيلعب دوره اللي انت متخيل تلعبه يبقى نتكلم نشوف انت واحد تبقى من المرشحين لكن احنا مش عايزين ده احنا عايزين مجرد مترجم حصل خلاه طيب الكابتن عماد فاروق كنت افضل واحد بقيمة وا 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 و يعني وثقى الكابتن عماد فاروق انه يطلع بمعايير النادي الاهلي لانك انت ما كسبتش حاجة خالص بالعكس كل الناس قالت الحمد لله اللي الخلاف ده حصل بدري بدري يعني انت بالعكس اللي طلع كسبان في الموضوع ده انتصار لوجهة نظر كابتن محمد رمضان ان الراجل ما كابرش كان يقدر يكابر ويعود بقى يحاول ينم وابتاع فتكون النتيجة على حساب الفرق ونادي الاهلي ولذلك انا بقول حبوا الاهلي كما وجدوا وهي دي كان حد بيتكلمني يعني صديق عزيز حقول لك على اسمه وبيتكلم يعني مش عايزين يبقى فيه تصادم قلت له بالعكس النادي الاهلي قراراته قول قوية تبدو كانها صدام لكن هي بدأ مال ما يبقى فيه قرار جدري صعب ماخدوش غير النادي الاهلي يقاف لعيبها قبل ماتش مهم انتصارا لمبدأ او فكرة ان ما حادش هلو دراعا النادي الاهلي عملية تغيير الاجيال دائما بيبقى فيها واللعيب طبعا مش عايز يبطل لكن النادي الاهلي شايف ان ادوارك مهم تختلف المرحلة دي مش النادي الاهلي كل ما كان في العالم كل ما كان في العالم يعني عظمة كريسيان ورونالدو عظمة ريال مدريد فيه توقيت ما رأى ريال مدريد انه لازم يحصل نوع من التغيير التاني خادها بخوته بكفاءته مكمل لحد النهاردة كظاهرة صعبة قرارها وريال مدريد تكمل وكسب وطلاط مش ضروري يطلع حد غلط في حد لكن ضروري يبقى فيه اختلاف رغضات منهج منهج عمل وفكر مقابل احنا في النادي الاهلي بنقول ليه انا دائما متشبز بفكرة حبوا الاهلي كما وجدتموه يا أستاذ ابراهيم والله ما حد له فضل عن نادي الاهلي والله ما حد له فضل عن نادي الاهلي لا صالح سليم ما احترام من كل أسماء ولا تيتش ولا عدل القيعي ولا كابتن ولا حسن حمدي ولا بدون أسماء بقى ولا حد ولا حد له فضل عن نادي الاهلي إلا واحد بس إلا أنشأ النادي الاهلي اللي فكر نعمل نادي الاهلي ومعه مصطفى كامل اللي هو عمر لطفي يبقى دول اتنين اللي ممكن نقول فكرته فكرة عملته كيان عظيم كل اللي جوم دول ناس عظماء وأساطير حافظوا عن نادي الاهلي نقلوا النادي الاهلي كما وجدوه إلى الأجيال من جيل جيل من جيل جيل هذا ما أطالب به محدش يا جماعة الله وفضل عن نادي الاهلي لأن إحنا لما كناش بنتباهي بالأهلي مش هنروح له إحنا اللي فرحانين بيه ده كلام مهم جدا وكانت نقطة نظام مهمة في البداية وزي ما قلت لكل الزمل الإعلاميين في مختلف برامجهم لكم كل الحق على فكرة تستضيفوا من شئتم ولكن أرجوكو بلاش هذه الانتقائية اللي أنت بتعمله مع النادي الاهلي يريد تتطبقه في كل النواحي الأخرى لكن الانتقائية المكشوفة في أنه بس دبت الأهلي تكبر وتبقى حدوتة كبيرة أعتقد ملك وكتابة ما وجد إلا دفاعاً عن هذه المشكلة على فكرة بس أبل ما أطلع فاصل قول على فكرة كل اللي ذكرت أسميه من قيادات عظيمة وأساطير أثرت مش الحياة رضي أثرت الفكر الإنساني والفكر المحترف في إدارة المؤسسات واحترام القيم والتقاليد والمورصات والتمسك بثقافة العائلة الكبيرة هو ده كلهم حافظوا على القيمة دي وكل واحد كان فيهم يقولك ايه أشتغل إن شاء الله عامل على قط اللبس إذا طلب مني النادي الأهلي حفاظاً على مصالحه دفاعاً عن كل هذه القيم الأهلوية عاد إليكم ملك وكتابة هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل أهلاً بحضراتكم من جديد قيمة الأهلي وقيمة كل المدرب يرتبط بالنادي الأهلي يحقق كل النجاحات ربما الأعلى في تاريخي شفنا مستر مارسل كولر وصل لأرقام قياسية عالية جداً في مساره المهني لكن كمان منو الجزيه اللي مشي من النادي الأهلي بقاله سنوات طوال الاتحاد الأفريقي منسهوش ومنسيش الأرقام القياسية الكبيرة والطفرة اللي أضافها للكرة الأفريقية من خلال تجربتي مع النادي الأهلي يوم الجمعة منو الجزيه يصل إلى القاهرة عشان يكرموا الاتحاد الأفريقي يوم السبت تقديراً لبصمته الكبيرة على بطولات أفريقية أعتقد دوري أبطال أفريقيا كانت البطولة المحببة والمفضلة لهذا الرجل اللي دخل تاريخ الكرة الأهلوية من أوسع الأبابة بشوان ماكد ده هو أسطورة عيشة في جدان الأهلوية والكرة المصرية والكرة الأفريقية يأتي التكريم في رسالة واضحة أنت مع الأهلي رهان كذبان كذبان ده الفايلر يعني منبهر ومندهش لغاية ده الفايلر اللي هو تقيل أو بيكابر ده ماقدرش يبين انبهاره اللي كانت جمهور ده أنا ما كنتش شفت الناس دي لأن كانت أيام كورونا يعني ناس يقولي أخسارة عموماً ده المستر منول بس أنا عايز أقولكه على الحاجة مبدأنا الفقرة اللي هنبدأ بيها العدالة بين التسريب والتخريب لكن عايز أقولك على الحاجة بصراحة كده في الفصل بقولي المهندس عدلي هنبدأ بالعدالة بين التسريب والتخريب قال حتة أنا ماقدرش أقوله هو اللي يعرف يقوله قلت لي ده زي إيه لما أنا بقولك يعني مضمون الفقرة قلت لي الناس ماسكة في الواقع عمالين يقول هنعاقب اللي صرب عمالين كل التحقيق من اللي صرب مش الواقع حقيقية ولا لأ ومعناها إيه والكارثى دي تعالج إزاي لكن مين اللي صرب يعني دي عاملة زي واحد دخل على مراته لأمعة واحد مين دا يا مجرمة قالت له انت إيه اللي جابك دلوقتي مين دا يا مجرمة قالت له ما تغيرش الموضوع مين اللي صرب يعني حاجة انت جاي بدري ليه إنت مش معادك دلوقتي فهو مين اللي صرب مين اللي صرب دي آخر مشاكلك يا معلم انت هو يا جماعة التحكيم مشكلته أسرة التحكيم مش بره أسرة التحكيم اتفقوا انتوا على بعض كيفة تنهضوا بالتحكيم الأول وان عندما تتطفقوا قدموا نفسوكوا إنما صراعات 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 وكل واحدة عايزة واقعة تاني بعد تقولوا الانداء ما بتاخدش حقاه ما لتعمل ايه طيب العدالة بين التسريب والتخريب الدور الرجع والدور الاستثناء السنة دي كلكم فيعارفين النظام هيمشي ازاي عشان كده المسابقة بقيت يا عنيفة جدا لان هو ده نص دوري حيتكلفت بسرعة وناس هتلاقي نفسها بسرعة داخل ضمن التسعة الأخرى اللي حيصفوا على البقاء أو الناس اللي بتحارب دلوقتي عشان بدر بدر تحجز مكان في المنطقة اللي فوق في التسعة اللي فوق اللي حيينفسوا على التتويج والمراكز المتقدمة فعشان كده بدأت البطولة بجدل تحكيمي عنيف جدا الحقيقة النادي الاهلي قبل ما يلعب المباراة الأولى بتاعته مع السيراميكا كيلو بطر استشعروا الخطر من اللي شايفوا في المسابقة ومؤشراتها فبعد جواب الاتحاد الكرة من كام يوم وقبل ما يلعب المباراة الأولى قال لهم فيه ايه ارسل النادي الاهلي ده حسب البيان اللي طلع من النادي ان النادي الاهلي بعد بيان للاتحاد الكرة المصري خطابا للاتحاد المصري كرة القدم يطلب فيه سرعة اسناد مسئولية وإدارة لجنة الحكام الى خبير أجنبي يملك سيرة ذاتية تؤهله لهذه المهمة وهو الأمر الذي تم مناقشته في الاجتماع الذي جرى مع الأندية في 18 سبتمبر الماضي كما طلب النادي أيضا بتوفير الأجواء الصحية التي تساعد الخبير الأجنبي على النجاح وتحقيق العدالة المنشودة بين كافة الأندية المتنافسة وأشار في ذات الخطاب الى أن البوادر التحكمية التي شاهدتها بعض المباراة في الجولة الأولى من المسابقة لا تدعو للتفاقل وتنظر بما هو قادم ده خطاب النادي الاهلي للاتحاد الكرة بيقول له بص بقى من أولها بانت لبيتها بصراحة الدنيا ما تبشرشي وهنا عايز أقول حاجة يا بشواندس لأنه الناس راحت في سكة الأهلة هيفرض على اتحاد الكرة خبير أجنبي أه إفرد يعني طيب هو حيفرض أستاذ إبراهيم الخبير أكلاتنبرج مين اللي جابه ورشحه تحاد الكرة ميده أه ميده الرشح مين اللي مشاه مرتضى منصور جمال عبد الحميد طلق عليك حنمشي أه ليه ما عجبهمش أي إنه كان ماشي دوق يعني كده طب التاني مين اللي جابه مين حازم حازم إمام يعني الأهل برا الموضوع أنت أي إنسان مش هيمشي طوع مش هحدش حيب طيب طيب يعني ما هو فكرة أنه مش عايز أجنبي أنت ليه عايز ناس تبقى وقعة تحت تأثير الضغوط اه الرهنة للكرة المصرية ليه طيب بصوا يا جماعة ما هو اللي حصل ده الأهل تكلم قبل إيه يعني قبل كل المشاكل اللي تفجرت عن التسريب والتخريب في اللجنة الأهل تكلم قبل إيه لكنه استشعر أن فيه مشكلة كبيرة جاية ولما قال قال لك هات خبير أجنبي ولما قال كان بيأكد على ما تم الاتفاق عليه عشان ما يبقاش بس الكنسبت بتاع الموضوع أن الأهل هو اللي بيفرض لا الأندية كلها في الاجتماع اللي تعامل مع ربطة الأندية ومع التحضر وكان حضر الأستاذ جمال علام كان حضر الكابت الخطيب وكان حضر الكابت الحسين لبيب ورؤساء بقية الأندية توافقه على استقدام خبير أجنبي والأستاذ جمال علام قال كده وأعلم في التصريحات بعدها بيومين كل الجرائد نشرت ما تم الاتفاق عليه هتشوفوا مثلا صورة من اللي نشر في المصر اليوم أنه تم الاتفاق على استقدام خبير أجنبي ده اللي موجود هتشوفوا اللي نشر في المصر اليوم دلوقتي حالا طيب أهل المطلوب وشركة عالمية تضع جدوى للموسم الجديد واتجاه للتعيين خبير أجنبي للجنة الحكام ده يا جماعة اتنشر في عشرين تسعة عشان نأكد لكم أنه الأهل لما تكلم كان بيتكلم وفقا لسياق عام وفقا لرغبة بقية الأندية كلها اللي حصل يبقى طيب الأستاذ جمال علام الراجل طلع قال هنجيب خبير أجنبي ليه ما جاش خبير أجنبي ليه الأمر يحتاج أن احنا في بداية شهر 11 الأهل يقول له فين الخبير الأجنبي اللي انت قلت عليه كابتن جمال الغندور لما اشتكى من حكاية ليه يجي خبير أجنبي وهو كابتن عصام عفتاح وبقية خبراء التحكيم بيدافع عن حقوقهم اللي بيروا أن هي مشروعة في أن هما يترقسوا لجنة الحكام أو غيرهم من الخبراء المصريين لكن فجأة الدكتور أشرف صبح وزير الشباب الرياضة اجتمع بالأستاذ جمال علام والكابتن جمال الغندور وتقال أنه الأستاذ جمال علام خلاص الراجل نسي الكلام اللي قاله مع رأساء الأندية وقال له خلاص هنكمل باللي موجودين واللي ييجي بعد 10-12 انتخابات اتحاد الكرة يشيل الشلح بس اللي ما قالوش أنه قاله اللي ييجي بعد 10-12 وبقابلني قول الحدي ده اللي يعيش ل10-12 مش ممكن يا جماعة مشكلة الرياضة والكرة القدم ليست في النظام اللي سهل جداً أي حد يطبقه المشكلة في إرادة التطبيق النظام ما فيش كلنا عايزين نحرك الأمور على رؤيات شخصية طيب إذن هو ميني أنا سألك سؤال هو ميني اللي يزعل إن احنا نقول جيب خبير أجنبي وما قلناش فلان الفلاني حتى ما تجيب خبير أجنبي إيه اللي يزعل أي نادي لما تقوله الكلام ده إيه اللي إذا كان فيه ترتيب هو عارفه بس ده على طريقة العامية سورة تسيولة مأسفل سيات المستشار عايز بطولة فهنجيب له حكام مصرية يعني دي جمل بقى اللي عايز يفتكره دي جمل التاريخ ها جمل طبعاً دي جمل يا جماعة دي جبناله اللي بيحبه دي جبناله اللي بيحبه أيه طيب أنا بقول لكم ده علشان تبقى في الصورة الأهلي ما بتدعش حاجة وما طلبش حاجة جديدة ولا غريبة انتوا بس اللي منافستوش اللي رأسها الأنبياء قالوه فضلوا سكتين لغاية لما انفجرت قنبلة التسريب زبالك بيلعب مباراة مع البنك الأهلي حصل اللي حصل وقرب النهاية ميدو سلامة حكم الفار بيقول لمحمد عادل تعالى في ضربة جزاء كرة جاية من الأرض في يد مدافع البنك الرجل محمد عادل مصفر فول على المهاجم على لعب الزمالك ففجأة ميدو سلامة حكم الفار بيقول له تعالى ده فيها ضربة جزاء راح محمد عادل شافة بيقول له يخرب بيتا كاميدو ما فيهاش حاجة ده جاية من الأرض ايدو في الوضع الطبيعي ده ما فيهاش حاجة كده طبيعي المفروض ينزل للملعب يأكد القرار الاولان بتاعه انها فولة على مهاجم الزمالك غريب جدا كابتن محمد عادل اللي قال ده بعض متلسانه نزل للملعب تيت ضربة جزاء طب ازاي ده انت وما راحت فين يخرب بيتا كاميدو ايوه بس هو حسب حزبته ايه بقى انت بتورطني طب انا 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 حورطك بقى راح رامي رجع قاله اه بس الكرة دي ايه فاكر الدوري اللي خاده زمالك الاخراني اه الزمالك والمصر على فكرة كان فارق ماتش بين القال وزمالك اتنين اتنين نفس الفكرة اه تيت في الدقيقة سبعة وتسعين وراحوا ندهله جاد في ايدو اه وسب اللي قابلاها طب ايه جاد في ايدو ليه اه ما هو انت لعب الزمالك الزمالك اللي عيب وقع على وشه ماليش داعه بخره له دي يا جماعة والله العظيم ثلاثة اذا كنتوا فاكرين ان الكلام ده بعدي هو مش بعدي طيب عموما زميل احمد عباسط اول من اشار الى مشكلة التسريب واللي حصل نسمعوا لانه تبانت عليها قصص كبيرة قد تنهي حياة بعض الحكام في الملاعب كده نسمعوا الاول استوقفني شيء وانا بسأل على التفريغ الصوتي لهذه المباراة بين حكم الملعب وحكم الفيديو ماشي قلتلهم انا حابب لو ينفع ان انا عرف يعني والحمد لله عرفنا من بعض الناس المعنيين بالامر ما تم واللي استوقفني ركلة الجزاء اللي تم احتسابها لنادي الزمالك بتاعة مصر منسي انه الكابتن محمد سلامة اللي هو الحكم الفيديو استدعى الكابتن محمد عادل قال له انت عارف اللقطة طبعا اللي هي فانا بحكي لك الكلام ده علشان خاطره هم لو نويين يطلعوا للتسجيل فبقولك اللي حصل نصا قال له الله يخرب بيتك ميدو اللي هي دلع محمد سلامة الله يخرب بيتك الحالة صعبة وبعدين هي جاية من الأرض لأيديه فهي غير متعمدة ووضع اليد مبرر ده كلام مين كابتن محمد عادل اللي احتسابها ركل الجزاء بيكلم بيكلم ميدو كابتن محمد سلامة قال له الله يخرب بيتك الكرة جاية من الأرض للإيد فهي غير متعمدة ووضع الإيد مبرر قال له طب عادلي بقى وهو فضلي راجع قال له شكرا نزل حسب ضرب الجزاء راجع نفسه ف هو فضلي راجع هو كان حسب أصلا فاول فشاف حاجة في الفار خلته خلته أخد قرار بقى عكس الكلام اللي هو قاله هو قال إيه هو قال كلام وفي الآخر نزل حسب ضرب الجزاء بس الكلام اللي قاله يقول إنها مش ضرب الجزاء نا مش فموقف لجنة التحكيم بعد ما سمعت هذا الأمر قالت لك فيه موضوع إن أنا هوقفها هوقفه بس هنا مش موضوع يقف بس لسبب بسيط لأنه هو شرح القانون وهو بيتكلم في التفريغ الصوتي شرح القانون فهنا العقوبة هتبقى على دراية مش على غير دراية لما أنا أبقى أعارف وبشرح لأ لازم موضوع يوصل تحقيق لأنه تم التأثير على تكتب مباراة يعني أن تدري وتمشي حسب قناعتك عكسها علشان زميلك بيورطك فأنت خايف فبتختار أهوى نتضررين فإنك أنت تنحاز للطرف الأقوى دي في حد ذاتها محمد عادل واحد من الحكام اللي أنا متصور نم كانوا يعني من أهم الحكام اللي موجودين في مصر معرفش إيه فكرة دلوقتي معاد إن إحنا الإدارة الإدارة يعني إيه يعني مش دعم العدالة منجمنت منجمنت إن أنا أشوف الموقف إيه القرار عديها بقى القرار اللي ممكن الموقف يطلبه صرف النظر عملها والأهل كذبان عشان يخلي النتيجة من خمسة واحد لخمسة ثلاثة وقال لك الاحتواء وطلعنا بقى بارتوكولات طيب واحتواءات وخدنا ألفاظ ما سمعناش له من الحكام بتوعنا وفي الدور المصري أستاذ إبراهيم أنا أسفجأت بالتصريحات إن المشكلة دلوقتي عند الحكام أو كبار الحكام هو مين اللي صار بالكلام ده طيب بص يا جماعة الحكاية دي تتبنت عليها تطورات كتيرة مهمة أوي وخطيرة لأنه هنا مبارحة عمل اجتماع كان المفروض يرأسه كابتن محمد فارو رئيس اللجنة كابتن محمد فارو قاعد في اتحاد الكرة مع الأستاذ جمال علام وما راحش الاجتماع اللي في مدينة نصر راحك كابتن إبراهيم نور الدين وطبعا معروف اللي بين إبراهيم نور الدين ومحمد فارو لكن كابتن إبراهيم نور ترأس الاجتماع اللي في زهراء مدينة نصر والمدة أكتر من ساعة بيتناقشوا في اللي حصل في مباراة الزمال والبنك الأهلي كل الحكام موجودين طاقم التحكيم موجود الدنيا كانت في شد عنيف شوية إبراهيم نور الدين جاه لقى كابتن محمد فارو قاعد مع الأستاذ جمال علام القرار إحالة طاقم التحكيم كله للتحكيم إنه المستشار القانوني لللجنة وهو بالمناسبة اللي هيقرر واللي هيكشف واللي هيضبط المفروض من العمل هو الكابتن جمال صدق كابتن جمال صدق الحاكم الدولي السابق هو راجل قانون مستشار ومحام كبير واللجنة بتعتمد عليه في كل التحكيمات اللي فيها حاجة لها علاقة بالقانون والأمور الإدارية فالنهاردة كابتن جمال صدق يعمل إيه عايز يستخدم تاكتك معين إنه ما يجبهمش كلهم مع بعض فيعترفوا مع بعض ويزبطوها اكتفى النهاردة استمع لتلاتة كابتن محمد عادل حاكم الصفارة لأنه عنده مشكلة كبيرة عنده مشكلة فنية وقانونية فنية أنت اعترفت بعضمة لسانك إنه مش بنالتي ليه بعد نص دقيقة صفرت بنالتي إيه الضغوط اللي انت تعرضت لها مين اللي قالك احسب بنالتي وانت قايل إنه مش بنالتي طب الوضع القانوني في رأيك إيه إنه مش بنالتي طب ليه حسرتها هل خفت هل حصل الضغوط هل استخدمت فكرة المانجمنت والإدارة هل لقيت التوقيت صعب جدا ودكة الزمالك حواليك فعايز تخلص من الليلة دي وانت شايف إن ميدوس هل ما ورطك واستدعاك في توقيت قاتل جدا للحظة متوترة لبسك على طول هنا النهاردة محمد عادل مثل للتحقيق قدام الكابتن جمال صدقي محمد أسامة حكم الفيديو المساعد لأنه حكم الفار كان محمد سلام ميدو المساعد بتاعه محمد أسامة ده اللي جيه النهاردة هو مش هيقدر يجيب محمد عادل لأنه لو محمد عادل اجتمع مع ميدو لا لازم أن تبلغ الشرطة الأول فبقت انت جايب ثلاثة العتبان اللي هو الحكم الرابع ومحمد أسامة حكم الفار المساعد والكابتن محمد عادل حكم الصفار قعد مع كل واحد فيهم حوالي ثلاث تربع ساعة طول شوية مع محمد عادل وخلاص يا جماعة شكرا هنا حد يقول لي طب الحكم الرابع ما له هو السماعات اللي مع الطاقة بالتحكيم كله كلهم متصلين ببعض فالحوار اللي حاصل ده كلهم سمعوه المساعدين هني عفتاح والرجل التاني المساعد التاني والعتباني الحكم الرابع والاثنين اللي في غرفة الفار كلهم سمعوا المحادسة اللي حصلت بتاعة يخرب بيته كاميدو فهنا الكلام دلوقتي بالنسبة لكابتن جمال صدقي التحقييدة كله مين اللي سرب نص الحوار اللي دار محمد عادل مش هيبلغ عن نفسه بس هل ممكن يكون حكى الحد وهذا الحد بلغ الزميل الصحفي احمد عباسط هل ميدو سلامة حكى الحد فبلغ هل حد من المساعدين هي دي اللي بيفتش عليها كابتن جمال صدقي عايز يوصل لمين وراء التسريب تقول لي طب هجيب ميدو سلامة وبقية الناس امتى يوم الحد يوم الحد هيستدعى بقية الطاقة يعني كل هموم دلوقتي مين اللي سرب أنا أتصور هي الواقع حقيقية ولا لا هي ده التحقيق ده لوب التحقيق مين اللي سرب هيلبسوا لأي حد ويخلاصوا منه وإيه المشكلة ما هنت لما روحتش للمشكلة الكبيرة وعنت تتكلم في شكليات يبقى مفيش نية للإصلاح أبدا يبقى المسألة مسألة اقتل القتيل وامشي في جناسته قوي طالما أن محدش عرف يبقى الليلة ماشى زال فول ما هو ده الخطورة الخطورة مش مين اللي سرب على فكرة الخطورة مين اللي خرب ممكن أن أقول لك عاجة أول كابتن جمال غندور بيقيمته الكبيرة ما يقدرش يدير لجنة حكام ما عندوش الضراية باللوايح والقانين ما هوش راجل ملوه يدومه ومقنع لأي حد لا يقدر طيب كابتن عصام عفتاح شرحه يقدر يقدر وجيه أحمد يقدر يقدر حمد فاروق يقدر رضا البلتاجي يقدر سمير عثمان يقدر أنا بكلمك الناس اللي هي كانت إيدها في المسئولية توفيق السيد كل دول الحاكم المصري يقول لك بخير وكف آه كف بس هو ما بيعملش هنا المشكلة دي اللي فجرتها بقى لأنه ده اللي أنا مقتنع به هو ما بيحكمش بالكفاءة طيب هنطلع لفاصل وهنشوف إذا كانت المراضية مش في التسريب وما هي فين بالضبط وإيه اللي بينتظرهم بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد شفنا التسريب اللي تم وشفنا الأصداء اللي حصلت وحيستدع بقية طاقم الحكام في اتحاد الكرة للتحقيق قدام الكابتن جمال صدق المستشار القانوني للجنة الحكام يوم الحد إن شاء الله وهو الراجل بيحاول يقعد مع كل واحد لوحده ويحاول يشوف مين حكى إيه المين في محاولة للوصول مين اللي صرب التسريب عملت مشكلة كبيرة فيه إنه بيّنت الديالوج اللي حصل ما بين غرفة الفارو حاكم السفارة والمشكلة الكبيرة إنه حاكم السفارة قال قرار عكس اللي نفذه فبقت هي دي لب القصيد أنت اللي قلت إنها مش بنالتي وإنها الكرة جاية من الأرض والإيد في الوضع الطبيعي ووضع ممرر ليه صفرت بعد نص دقيقة احتسابتها ضربة جزر هو ده التحقيق مش من اللي صار بأخواننا فهي الجزئية دي هي الجزئية الفنية إيه اللي حصل بين ده ومن ده أعتقد إنه كابتن محمد عادل ما قدامهوش أيام كويسة في التحقيق ليه؟ يخسارة أه طبعا هو مبدئياً 47 سنة أو 46 سنة ممدود له سنة بعد السن الـ 45 حتى وإن كان الفيفا فتح السن بالنسبة للحكام مدام الحاكم ليأخده الزهنية والبدنية ينفع يكمله هيكمل كثيراً الحقيقة اختيار محمد عادل تحديداً لمباراة الزمالك والبنك كان اختيار مش عايز أقول فيه شبهة العمدية شوية يتورط يعني أه طبعاً للتلت أربع خمس أسباب أولاً محمد عادل مش في وضع نفسه كويس الأيام دي من أول ما شلوه في القايمة الدولية في أول مرة وحصلت خناءات وتدخلات ودفعوا عن حقه لغاية لما رجع اتحط في القايمة وممكن ما يعني اتحط رقم 8 وممكن ما يجبهوش الفيفا بس كمان لما جيت تختار حكام يروحوا يلعبوا بطولة السوبر في أبو ظب ما خدتش محمد عادل فيه كانت مشكلة لما جيت تعمل معسكر أبو إير للحكام ما خدتش محمد عادل ضمن الحكام الأوائل أو الدوليين وزعلوا مرضيش يروح واستدعوه للحكام اللي بعد كده في الدورة التانية مرضيش يروح إذن انت عندك مشاكل كتيرة حاصمة بين الكابتن إبراهيم نور الدين والكابتن محمد عادل أعمل كابتن محمد فاروق مصمم أنه يجيبه محمد عادل للماتش ده محمد عادل لعب الماتش ده السنة اللي فاتت يعني آخر مباراة للزمالك والبنك نهاية السيزون اللي فات الحكام محمد عادل وحصلت مشكلة وضربة الجزاء واللي حصلت يعني الرجل عنده خلفية ما هيش جيدة عن المباراة دي نفسها بقول لكم أسباب كتيرة تخلي قرار تعيين محمد عادل للماتش ده قرار مش مش مبرر أبدا مش سليم هنا هينتظر يتشاف ليه الكابتن محمد عادل عمل كده اللي أنا أقدر وهيقولكو إنه فيه عقوبة شاملة هنا السياقة هتعم لو جمال صدق الكابتن جمال صدق ما عرفش حطيده مين اللي سرب هيبقى العقوبة على الجميع بس هتبقى بالنسبة بقى يعني المساعدين غالبا ما لهمش في الموال ممكن يتوقفوا مثلا أسبوعين ولا حاجة كابتن محمد عادل ممكن تطول معاه ميدو سلامة هتطول معاه أكتر لأنه مبدئيا متعمد الطوريط إنه يجيب محمد عادل في التوقيت ده لا معه ميدو ما هو ميدو سلامة ثلاث مطشات للبنك بثلاث مشاكل اللي هو موجود فيها مطشين مع النادي الأهلي لغاله جوان سليمة وماتش مع الزمالك احتساب له ضرب الجزاء وكله هو القاسم المشترك لكن أنا سؤالي هو لو كابتن جمال صدقي توصل إلى مين اللي صرب نبوس إيدنا وشه وضاره وقولي الحمد اللي عارفوه ونكمل ولا نعمل إيه يعني إيه في مشكلة عند محمد عادل ومشكلة عند مينو سلام المشكلة المشكلة أستاذ إبراهيم أعمق بكتير إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم إن كنت حكمت نتيجة عدم دراية مصيبة لكن بدراية وتعمل عكس قناعتك هنا المصيبة لماذا يحدث هذا أنا هتصور الكابتن جمال صدقي وهو راجل مش عايز حاجة منهم يعني كراجل قانون يجب إنه لو خرج لنا مرة المرة دي نتيجة تحقيق جيدة وعادلة بتشاور على لب المشكلة هيبقى كترخيره عمل خدمة رائعة للوسط الرياضي الكروي والتحكيم تحقيق صحيح طبعا أكتر من حد لقيته بيكلمني حتى من الحكام السابقين ليه الزميل الصحفي أحمد عباسط ما يحسنش المسألة ويقول مين اللي قاله دي كارسة ده لا يمكن يعني الحفاظ على سرية المصدر ده جزء من كرامة الصحفي لا يمكن أبدا شرف المهنة حد يخونه ولا يقول مين زي المحامي ممكن أقول لكم وقاعة عالمية كانت بتفضي إلى حروب والصحف اللي تسبب في نشر معلوماتها ما ينفعش يقول مصدره إيه فهنا انسوا حكاية إن الصحف ممكن يقول مين اللي قاله دي مستبعدة وإلا يبقى فيه مصيبة كبيرة مهانيا إنما الحقيقة مونس عدلي بيقولك إذا كنت تعلم فتلك مصيبة إن كنت إن كنت لا تعلم فتلك مصيبة إن كنت تعلم فالمصيبة وأعظم أو العكس الأعظم من دي ومن دي إنه يتقال كلام خطير على التدخل في قرارات الحكام ومحدش نزعج محدش نزعج خالص من اللي قاله المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك عن الفترة اللي كان فيها مسؤول في التحاد الكرة كرئيس لمنطية الجيزة نسمعه كابتن سمير جايدني رئيس منطية الجيزة سمير زاد خلينا أمتكلم بصراحة أنا كنت بأخدم على ناشة زمالك كتير جدا في مطيطة الجيزة جدا ويا ما شلت بالاوي شودة ويا ما شلت تأرير حكام أوه بصراحة ويا ما كنت أجيب الحكم عشان خطري ما تشتبش الكابتن فلان ما تشتبش فأعملت اللي محدش عام أبس أمتك بصراحة يعني جملت الزمالك كتير يا ما شلت تأرير حكام ويا ما ويا ما لكن ده مش مهم المهم أن الكابتن أعماد فاروق طالع يقول إيه المشكلة اللي بينه بين محمد رمضان كابتن محمد رمضان يا أهل دون عقلكو يا أهل يا أهل الإعلام حد يهتم أن يبحث وراء هذا التصريح محدش حد يهتم قبل كده يبحث وراء ناصر فاروق وهو بيقولك أنا في الماتش كنت رحت حضنت الكابتن حسام مما جاب فيه جون حد يهتم بالكلام اللي قاله كابتن فاروق جعفر ولا ضربة جزاء من سنة كذا لسنة كذا اتحسبت كانت صحيحة حد يهتم بكلام الكابتن عفة نصار اللي عمال دلوقتي يخترع من الأصليب ما يوسيق بيقى للنادي الأهلي لما قال كلمونا نفوت الماتش للزمالك بتاع بورسعيد وهي هو بيلعب في المصري حد يهتم بالكلام ده لا أهم حاجة دلوقتي عايزين نعرف هو الكابتن عماد فاروق المعد النفسي بعد 48 ساعة ومش إليه طيب كلام المهندس هاني إزاي ده يا جماعة أولا خطورته إنه الراجل متكلم بنفسه ومتكلم على سبيل التباهي يا دي المشكلة يعني إنه بيقولك أنا يا ما خدمت الزمالك ويا ما اتدخلت في التقرير الحكام ويا ما ألغيت عقوبات ويا ما شلت عقوبات ناس مش نبات بصوا التدخل في شغل الحكام والتقرير لهذا الحد هنا في أطراف قديرت ده هو بيتكلم في فرقة ظلمت في لعيب ارتكبت أخطاء ولم تعاقب ده بيتكلم كمسؤول في اتحاد الكرة عن منطقة الجزء يعني أنت كمسؤول يعني طب أنا عايز أقول بس يا أخوانا هي المسؤولية مش هو الناس مش بتقسم ويبت تتسلم المسؤولية طب الناس اللي حتشهد معاه أو حيحقق معاه يا طرى في قسم وهم بيدلوا بأقوالهم حاجة تجننك فيه ولا ما فيه طيب دي نوعية للانتقائية في الإعلام أنتوا لما تلاقوا مسؤول بيعترف بنفسه عن وقاع أي واحدة منهم تهز أي نظام كروي ده يتحقق فيها وفيه بطولات مرحبك تتسعب ألقابه بطولات بالضبط زي العالم كل ما بيعمل لكن أنت بصدد مسؤول يتفاخر ويتباهى أنه ارتكب هذه الأمور وتدخل في تقارير وفي نتائج وعقوبات وياما جملت وياما يقولك ياما وعلى فكرة الحوار تضمن حاجات كتير تفاصيل أنا بس بيتكلم على دي بقولك ياما غيرت التقارير لشفنا مسؤول رياض انزعج لشفنا مسؤول إعلامي ناقش الكلام ده لشفنا أندية قديرت بالمناسبة ياما مقلوبة لغاية دلوقتي والنادي البنك الأهلي ما تكلمش على حقه في المباراة أنت بصدد حكى مع الطرف بنفسه النركورة مش بنالت اللي انت تهزمت بيها اللي انت تهزمت بيها طيب أنا هقولكو على حاجة كابتل عفة نصار نازل يهري للونهار وكل الهبد كله عن النادي الأهلي ودايما حاجات بر التصور العقلي كان ممكن الكلام يتسكت لو بيتكلم على القهوة مع صحابه أو بيتكلم حتى في السوشيال ميديا لكن يتكلم في شاشة قناة بتتفرج عليها كل الناس ويتاهم الأهلي بتقديم رشا للحكام ينفع يتسكت اسمعوا الهارية والهبدة الأخيرة لعفة نصار قبل ما نشوف مصدر الكلام سبب المقساة الكورة في نصر لأن النحكيم بقى فلان بيحكم علشان أنا عايز النادي يكسب والنادي ده زي ما طلع كابتن عصامة الفتاح بكده معايا في برنامج وقال أنه عمل كرامة لحكم المصر بدل ما كان بيقبل من خزن النادي أهلي بقى يقبل من خزن انتحد الكورة عفوا لا 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 أنا بقول لك أنا عفة أنا عفة كابتن عفة نصار بيقول الكابتن أصامة الفتاح كان معايا في مدخلة في البرنامج وقال أنه عمل كرامة للحكم المصري بعد ما كان بيقبض من خزنة النادي الأهلي بقى بيقبض من خزنة اتحاد الكورة يعني الأهلي كان بيقدم للحكام رشاوي علني كلام ده ممكن يا جماعة ناس كتيرة بتسمعوا حتى بر مصر وما تعرفش إيه الحدوت وإيه القصة أولا اتهام مباشر للحكام بأنهم بيتقادوا رشا واتهام أخطر للنادي الأهلي أنه بيقدم رشاوي كلام ده يتقال وما حدش بينزعج منه عشان كده حبينا نسأل الكابتن أصام عفتاح اللي ورد اسمه في هذا الكلام كابتن أصام مساء الخير مساء الخير سيد إبراهيم مساء الخير كابتن عدلي ومساء الخير على كل للسادة الجمالية والمفاجئين كابتن أصام عفت نصار ذكرك بالإسم أن أنت قلت له أنا عملت كرامة للحكام وبقوا بيقبضوا من خزينة الاتحاد مش من النادي الأهلي والله أنا سمعت المقدمة بتاعتك يا سيد إبراهيم وإنت قلت كلام لا يعني مفيش حد يصدقه مفيش عقل يصدقه وعيب أنه نزوك التحكيم والأندية بهذا الكلام دعيب وكلام غير أمين وغير صادق على الإطلاق وعلى فكرة هو قال والكلام سهل أنه يتحقق منه قال إن أنا في مدخلة معه طب أكيد المدخلة دي موجودة كلام البرنامج فأكيد المدخلة دي موجودة ولو حتى هو كلامه حقيقي على أهلي كان عرض هذه المدخلة طبعا كلام بعيد تماما عن صحب وكلام غير محترم على الإطلاق ولا يصح من كابتن كبير في نادي زمالك إن يقول هذا الكلام أو من أي حد فطبعا مستحيل يعني أنا عمري حتى تناولت أي نادي أو أي لاعب بكلام غير محترم لأن إحنا بإحنا كحكام أو ككونت كرائيس لنا الحكام دايما بدعوا إلى إن إحنا كلنا نكون إيد وحدة والتحقيق المصر دي أهم جملة كابتن عصام الحكام لو إيد وحدة كل المشاكل تتحل أتفق معك كابتن عدلي إن ده جزء من مشاكل التحكيم في مصر طيب المشكلة الحكام كان القبض بتاعهم منين ودلوقتي منين القبض زمان خالص الجيل اللي قبل ده كان من الأنبية ثم رجع من النادي منظم المباراة للمباراة صحيح ثم رجع إلى بتحدي الكور بالزبط طيب ده اللي حصل كابتن عصام نسب إليك تصريح مبارح برضو على أحد المواقع إن أنت قلت النادي اللي بيطالب بخبير أجنبي للتحكيم هو اللي سبب خراب التحكيم هل ده حصل منك؟ ده أنا المدخلة بتحتي واضحة يا أستاذ إبراهيم مدخلة واضحة بولك أنت في الإمارات مش كده؟ لا أنا في مصر حاليا دلوقتي الكلام الكلام واضح المدخلة نعملها أو المباراة تقريبا كلامي واضح لن أذكر إن قلت نادي هو خراب التحكيم أنا قلت الأندية نادي الأهل ومعظم الأندية طلبه سبيل أجنبي أنا قلت فيه ده وكلامي واضح يعني قاله إنه كان في الاتماع وقلت وقلت اللي في الاتماع ده أكل لها طلبت أنا قلت هذا الكلام لكن يعني الحقيقة يا أستاذ إبراهيم برضو كابت عدلي فيه تطلحات مش على لساني أنا كمان على ناس تانية بتهين التحكيم وبطلع التحكيم ده مني حاجة مهانة فالتحكيم بحاجة كبيرة على فكرة وعنص المغم من عنا فالتحكيم كبت ده أمنا للأمور تهدى إن شاء الله يا كابت دي مهنة نبيلة جدا يجب أنها يعني تحتفظ بهيبتها ووقارها ومحدش قال إن حكامنا لا يستطيعوا ولكن فيه مشاكل هي اللي بتوصلنا إلى المطالبة كابت عدلي فيه مشاكل تكيلة ولازم يا كابت عدلي نحيي المشكلة بتروي إحنا الحقيقة كله على الحكام عشان أكون صادق بأمانة كله على الحكام الجميع بيهجم التحكيم الجميع أهلي زمالك كل الأندية مش بقول الأهلي أخو الزمالك بس ده كل الأندية حتى لما الأهلي والزمالك بيلعب أي نادي آخر سيراميكا أي الاتحاد المصري بيدعوا إن التحكيم بيجامل أهل والزمالك والكلام ده صحيح ما فيش حد يبقى عن نفسه إن الناس كلها تهزأوا يعني بالبلد صحيح فأنا أتمنى إن احنا نحز المشكلة دي بشكل محترم لسالح الكرار المصري شكرا جزيلا كابتن أصام عفتاح الخبير التحكيم ورئيس لجنة الحكام السابق وأعتقد شفته اندهاشه واستغرابه ووصفه لكلام عفة نصار بإيه لكن يا جماعة ما هو الكلام ده بيتقال مزيع يسمعه ولا يرده وأي مسؤول يتابعه على متابعة الأداء لإعلامه ما حدش بيرده انتم شايفين خطورة الكلام فين انتم متخيلين إنه لما يبقى الإخوة العرب اللي غير متابعين للبلاء والسوداء اللي عندنا هنا في الكرة يسمعوا كلام زي كده إيه الصورة الزهنية اللي هيكونوها عن نادي الأهل لو هم ما عندهمش حقائق ومش وصل لهم أصل الموضوع هي دي المشكلة هنطلع لفاصل وبعد الفاصل مشاكل تاني أخطأ أهلا بحضراتكم من جديد الحقيقة في تفاعل مباشر مع البرنامج الدكتور خالد الجوادي المترجم السابق لمستر مارسل كولر الرجل يعني بعت تعليق على إنه المهندس عادلي قاله ربط بينه وبين عماد فارو فقال أنا أقسم بالله العظيم ما أسأت أبدا ولا تعمدت أبدا إن أنا أتجاوز حدود عملي وإن أنا بري من كل هذه الاتهمات والحقيقة المهندس عادلي في الربط اللي قاله كان ليقصد يا دكتور خالد فكرة الحدود المهنة نفسها أعمال الترجمة غير الشعن الفني أعمال حتى للدكتور عماد فارو بيتكلم عليها برا عملية التأهيل الزهني والنفس بيتكلم فيه أمور إنه من حقه يتدخل فيه فكان سياق الكلام حواجز العمل ومحدداته لا وصياق التصرف إنه برضو الشخص اللي أنا بحبه وإنت بتحبه وراجل محترم جدا وعارفين إنه عاشق للنادي الآلي لكن برضو طلع وطلع في الفضيات واتكلم أو أنت تقصد إنه بعد الخروج ما ينفعش كلام ده اللي أنا قصد عليه لكن هو له مني كل الاحترام وله أن يرى في نفسه القدرات اللوعزة أنا لم أسئ إليه ولن أسئ إليه ولن أسئ إليه أعمال فارو ولن أسئ إليه لأنه عارف الناس ديه قمات وناس محترمة جدا ومسخطة وأنا لما قلت إن فيه رؤية بتبقى عند المسؤول ورؤية عند الشخص اللي أنت بتكلفه بالعمل لو اتفقت الرؤيتين بيكمله طب حصل اختلاف من حق المسؤول إنه غير نصيحتي لكل شخص يعمل في النادي الآلي بلاش تطلع تقول أنا لما كنت موجود بيحصل كذا 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 فلما يحصل أنا أشرت إلى هذا مش من باب إن أنا أقلل ولا أسيق لا إطلاقا أنا عايز أعمل كتالوج بأكد عليه للنادي الآلي اللي بيحب النادي الآلي بيشرف بالعمل فيه ويلتزم بثقافته ومحدداته بس أما الأستاذ خالد الجوادي أنا وإنت يا ما قلنا فيه شعر صحيح إذن كل التهدير للدكتور خالد الجوادي لكن المهندس عاد لي يتحدث عن محددات العمل المهني وإنك إنت لما تخرج من مهمة عمل مش من المناسب أبدا نتحدث عن تفاصيلها لأن تفاصيلها لها علاقة بالواقع المستمر فبالتالي الرأي ممتد طب أنا أقولها لك بقى بشكل أكثر تحديدا بشكل عام أنا كنت بكتب في أحد الإصدارات وبقيت عدو مجلس دارة استدعاني رئيس التحرير قال لي يا عدلي أنا مش شايف أي تغيير حصل من ساعة ما بقيت عدو مجلس دارة في النادي الآلي قلت له إيه تغيير حضرتك عايز تشوفه قال لي لا إحنا عايزين ننفرد ببعض الكواليث قلت له حضرتك لو أنت محتفظ بي عشان أنا عدو مجلس دارة النادي الآلي أعتذره لكن ما يعلم تتكلم على مجلة المصور والراحل أستاذ مكرم محمد عبد لا لا صباح الخير ولويس جرس أيوة والراحل برضه تمام ده في الستينات لما كنت عدو مجلس دارة في 67 76 76 76 فقلت له لا أنا ما قدرش أقول إيه اللي بيحصل جوالنادي الآلي لأن ده معلومة متاحة لية بصفتي عدمك صدق ليست ملكي وليس من حقي أن أبوح بها لأحد هو ده اللي أصد عليه أنت موجود في محيط كله كله أخبار وأصرار ونبن تشاهد على العصر ونبن تشاهد على العصر والله ده اللي حصل وقسم بالله طيب أنا عشان كده بقول لك يعني أنت بتوعي الشباب بتاع الكلام ده بواقع بيسانة أنا بنصح بيه كل واحد يعمل في النادي الآلي صحيح أنت مش من حقك أنك تتكلم على اللي شفته في إطار مهنيتك تتكلم على حاجة تانية برا مسؤوليتك صحيح لكن تقول أنا كان بيحدث أنا من حق أروح للفقرة الجديدة أهد فضل من حق صح؟ أهد ما اسمع لك أنا طول عمري طيب فيروس خطير يضرب قطاعات الناشئين والأهل يحذر نادي الآلي النهاردة بعد جواب الاتحاد الكرة بيحطوا قدام مسؤولياته الكبيرة والخطيرة لأن الظاهرة بجد في منتهى الخطورة على مستقبل الكرة مش بس على قطاعات الناشئين ظاهرة التسنين وتزوير الأعمار خلينا أرى لكو بس للنادي الآلي بعته لاتحاد الكرة النهاردة وارجع أقول لكو الخطورة في الأمور وصلت لفين النادي الآلي أرسل خطابا اليوم لاتحاد الكرة يدعو فيه إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل وعاجل بشأن ظاهرة التسنين للعديد من اللاعبين المشاركين في دوريات فرق الناشئين بالأعمار المختلفة وقال النادي في خطابه إن هذه الظاهرة تعد خطرا حقيقيا على مستقبل الكرة المصرية ويجب التصدي لها لما تمثله قاعدة الناشئين من أهمية بالغة في دعم الأندية والمنتخبات الوطنية عارفين يا جماعة المشكلة وصل لغاية فين مبدئا بس عشان اللي مش ملم بالمشكلة تلاقي ولي أمر أو قطع الناشئين في أي نادي يدخل الولد ده إنه موليد 2008 هو أصلا موليد 2004 فعندك أربع سنين ضربهم ممكن يكون داخل بسن بشهادة ميلاد أخوه اللي هو موليد 2004 ممكن يكون مزور أي ورق وفي النهاية أنت تتفرج على مطشات ناشئين تلاقي الأهل في مباراة مثلاً 2008 الولد في الأهل بيلعب ضد واحد أكبر منه بخمس ست سنين بين جداً فورق السرعة وقوة الالتحامات المسائل غريبة جداً دي خطورتها فيه السنة اللي فاتت أستاذ إبراهيم المشكلة اللي حصلت في نهاية الموسم بين أمبي ومطش المصري والأهلي على التتوجب لطولة أن كان فيه لاعب بيلعب بشهادة ميلاد أخوه آه يعني آه آه ما هي للتزوير أشكال كتيرة جداً خطورة زي ما عرفتها من الكابتن علاء نبيل المدير الفن للاتحاد الكورة والحقيقة عايز أحييه لأنه هو بواقع خبراته في إدارة قطاعات الناشئين قبل كده عنده تجربة في المقولين كبيرة وعنده تجربة في زد فملم بكل البلاو السوداء بتاعة المشكلة دي تحديداً رح لها في اتجاهات كتيرة منتخب 2008 40 لعب كابتن علاء نبيل من أكتر من تصدى للموضوع الجهاز الفني لمنتخب 2008 اختاره 41 ده كابتن علاء نبيل حب يعمل تستة على الـ 41 عشان ضبط الأعمار ليه احنا قبل كده كابتن محمد عمر والكابتن ربيع ياسين أيوة سفروا بطولات برة فرجعوهم لأن العيال اللي معاكم مزورين ليلة الماتش ملعبوش الماتش يكتشفوا مثلاً أنه نص الفرقة ضارب عرفوها زي يا سيد إبراهيم الرزق بتاع اليد إسويرة 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 تتلبس برة بيقدر يعرف السن ده كام فرجعوا المنتخبين وداروا على الموضوع ساعتها اللي قال لك كورونا والمدربين مظلومين المدرب جاب اللاعب ده من براية القطاع الناشين بتاعه كابتن علاء نبيل مؤخراً جاب لـ 40 لاعب موليد 2008 اللي راحين المنتخب تمتخيلين الـ 40 واحد يطلع فيهم 10 ضربين يعني الربع يعني 25% من قوام المنتخب مزور كرسى النادي الآلي ما منوش أي لعب النادي الآلي لم يثبت فيه ولا حالة إنما كانت مثلاً ممكن يكون الأهل وزد وبرامدز بيرامدز ما عندوش فرقة في 2008 زد ما عندوش حالات تزوير الأهل ما عندوش حالات تزوير بقيت الأندية مش عايز أذكر الأسماء بس الأندية خلي بالك العمال تنافس وتدعي وأكتر حد من المزورين عندهم هنا المشكلة الكبيرة فضل المشكلة أحياناً بتبقى أعمق من إرادة النادي يعني فيه نادي مش عايز يزور لكن جياله جياله المستندات كده يكتشف بعد مدة إن فيه لعيب عنده مزورة لما تتقفش وفيه أندية بتغض البصر فما نقدرش نتعم المسؤولين بشكل عام ولكن نقدر نقول على المسؤولين أن يدقيقوا جداً 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 لأنه مش بس ده غش هو خطورة المنشطات إنها بتؤثر على الحياة وغش خداع لكن في التزوير ده ده غش إن ناس بتلعب قدرات أعلى من السنة وفي المراحل السنية دي السنة بتفرق في القوة البدنية لأن السن المراحقة ده فيه متغيرات كبيرة لكن الأخطر من كده أستاذ إبراهيم إنها بتؤثر عليك زي ما أنت قلت منتخبين رجعوا ما كملوش وكانوا مؤهلين عن أفريقيا ما أدريش يلعبوا علشان ثبوت التزوير المدير الفني للاتحاد بيوصل التحاد الكرة باتخاذ جراءات قانونية رادعة ضد حالات التزوير أهمها إيقاف اللاعب نفسه لمدة معينة وما يلعبش إلا في السن القانوني بتاعه يعني ده مش موليد 2008 ده موليد 2005 ينزل يلعب في 2005 ده سنه رقم 2 اعتبار كل المباريات اللي شارك فيها هذا اللاعب مع فريق مهزوم النادي بتاعه بس خلاص رقم 3 عقوبات على الأندية اللي هي لم تتحرد دقة في اختيارات اللاعبين لأنه الأمور وصلت إلى درجة أنه حتى بعض الفروع الخاصة بمعامل التحليل اللي الأندية بتقدم وراءها ثبتوا أنها كمان غير دقيقة إلى هذا الحد بيتم التلاعب القضية كبيرة جدا يا جماعة ده فيروس بيدرب مستقبل كورة وبتاخد حق واحد تاني ناشي موقوع ولا بتاخد حق تاني بتعرض ولا تاني لعدم الإصابات وبتعرض المنتخبات الوطنية اللي سمعة أعتقد أقل ما يوصف بها انها سيئة جدا وبتعرضنا الفاصل ويعرضنا الفاصل ماشي أهلا بحضراتكم من جديد الحقيقة أنك أنت تسمع كلام لزمل المزعين أو تقرأ كلام لزمل صحفيين أو حتى الجمهورة على السوشيال ميديا الكلام ممكن رايح جاي يعني ممكن تتأخده وممكن تتعلق عليه لكن الغريب لما يكون الكلام على مستوى مسؤول وهنا المسؤول كابتن أحمد سليمان عضو مجلس دارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة في نادي الزمالك الشقيق كابتن أحمد سليمان الكلام له علاقة بالأهلي وبحائط صعب جدا لكل عايش عليه نسمعه ونشوف كنادي الزمالك حضر ظلم كتير أكبر فضيحة في الكرة المصرية حدف حسن شحادة في النادي الأهلي دي أكبر فضيحة في الكرة أنا أعلم واجع لي أكبر فضيحة في الكرة المصرية أكبر فضيحة في تاريخ الكرة المصرية لا أكبر فضيحة إيه كابتن حسن شحادة كرة مش افصايد اتحسبت افصايد مهما كان درجة تطوحها واخد بالك وانه حنشوف تأثيرها على باقي لكن الفضايح اظهر ورينا الفضايح يا ابو الكباتل لو عند واحدة الوقت دايق فهنقول له خد خمسة لو الوقت يتسع كان ممكن تاخد عشر وعشرين وحالة من الحالات الغريبة جدا اللي انت تندهش ان ده كان موجود في الملاعب بس عشان ديق الوقت خد خمسة لا محي بيلعب على طول عرضية لحسام حسام محمد عادل يقع على الارض حسام ومدي ضربة جزاء مدي ضربة جزاء المباراة المباراة على صفيح ساخن ادي حسام يعني الاعادة فيها كلام ادي الاعادة الكلام لاستيديون التحليل واستاذ النيل حسام حسن عرضية يعدي صديق يعدي العام انما مصفر مصفر الحكم فاول على عام انور ضربة حرة طريق ايه هي عالية تعب طويلة توصل لسعيد الجداي بيصلح انا ما تبد عنه يا خلال خطيب خطيب بيامشي عبا جنبا لما في راية ويعجرال عبدالله خطف حماد المصري واعترضوا وفي صفارة مرشدة بيقول ما فيهاش حاجة ويعجرال عبدالله خطف حماد المصري واعترضوا ويعجرال عبدالله خطف حماد المصري واعترضوا يخذها رضا برزكاري رضا برزكاري وهي انشام يكن هو جام يكن مش من انشام يكن مش من انشام يكن ويقول برزكاري وهي انشام يكن هو جام يكن مش من انشام يكن ويصام مرحب يفوت من علي باهر بالعب بالعرض درب الجزاء درب الجزاء بدية الحكم الدولي فريق المحلي انترسانة هتشوفها هي مرة تانية انترسانة هتشوفها هي مرة تانية دي ممكن تشوفها من يعني يعني دول تسعة دول تسعة حالات اه كويس ان الوقت سمح بس اسمح اختارهم ما جاتش هو عيد انك تجيبها بتاعة المنصورة اه وعبد المنصف لما ضرب اللعب البوكش فاللاعب درب وحلم على افاة اه بدرب وحلم على افاة فاللاعب خد نزاة طرد المضروب طرد المضروب كابتن عبد المنصف عمل سبرينت لمجرد ان اللاعب زق كورة زق كورة هو القصد يا كابتن احمد سليمان بجد كل وفع من دول هي دي الفضايع مهزلة حقيقية من التحكيم سواء الحاجات اللي الاهل تظلم فيها يعني انت شفت واحدة حسان حسن في مطش الاهل والترسانة لما تنقل للترسانة محدش لمسوا صفر ضربة جزاء ضد الاهل الترسانة مع الزمالك الكورة تتعبل بالعرض من الترسانة يلعبها كابتن جمال عبد حميد بايده فياخد ضربة جزاء يعني بص يعني هند يقول ع الزمالك يتحسن الكابتن ياكن والإسماعيلي واليا كابتن ياكن ردبر زكري في المصر الرجل راح ينفرد وانا مش عارف الكابتن نطيف يعني الله يرحمه والحاكم بيقول يلعب يعني الرجل وليد عزاره يشاب ياكن وقع على على ردبر زكاري وقع عليه قال لك لا الحاكم بيقول يلعب حميد المصري حميد الرومي في مطشيز إسماعيلي ينفرد جمال عبد الله مدافع الزمالك يوعى فوق منه كابتن محمود بكر الليه وقع على الشيكبالة قال لك بصراحة أو المصطفى فاتحه هو في الزمالك عمل فنت ورجع وقع لوحده فالكابتن محمود بكر الله يرحمه قال لك بصراحة احنا في رمضان دي ما فيهلش حاجة كل دي مش فضاحة حكابتن أحمد كل دي وقاع كتيرة كتيرة جدا لدي بتاعت وليد أزارو وليد أزارو اللي كان حاكم إبراهيم نوردين اللي مسأل لنا دلوقت على تطوير التحقيق كان فيه حاكم خامس واقف في وسط اللعبة والحاكم الخامس فوق إيه منه في وسط اللعبة راح كرم جابر واخد أزارو ولفت دين كرم جابر كرم جابر بلعب مصارحة فعلا يعني لا لا يا كابتن النبي يعني لا خلص كل حلقة كده جابلين عشر حلقة كابتن عمر أنور عمر أنور جنف الزمالك حتى لو هتتكلم على حصاد الأهل والزمالك عمر أنور يسرق نفسه من وراء الدفاع ويرقص الجنف ويحطها بيحسب فول ما تفهمش فول على مين ما حدش لمس حد لكن ما فيش تفسية وربيع والبطولة كابتن ربيع السين يجيب جنف وراءت بطولة تعباس يا ولد كابتن محمود أصمان مرة كابتن ربيع معنا على التليفون قالك أنا لغاية دلوقتي كنت كل مسأل كابتن محمود أصمان أنت لغيت الجندة ليه يقول لي بس يا ولد ما عندوش تفسير زي ما محمد عادل دلوقتي ما عندوش تفسير محمد عادل قالك يخرب بيتك يا ميدو أنت جايبني ليه فتتحسب ضربة جزاء يكسب الزمالك بيها المباراة هو القصد ايه أخطاء التحكيم ممكن تكون وردة وبتحصل بس زي ما بتحصل للأهل وضب الأهل بتحصل للزمالك لا بس بالحالات تفسير القمر بستئمال مش أخطاء لا لا دي مش أخطاء دي خطايا اللي انت عرضته ده خطايا كوارث لا يأخذ لعب لقعة بيه ولعب تاني تيجي في ايده يدي له قد رب الجزاء ايه ده واللعب أبعيد عن بعض احنا مش نتكلم عن العباد فيها التباس دي حاجات واضحة هي دي المشكلة يا جماعة لأنه لأجيال الجديدة ما عصرتش إن جون الكابتن حسن شحاته في الأهل ماشي على فكرة كورة علامة يهوب اللي اتلاغت في الزمالك انفراد أخطر لو في صورة سابتة دلوقت في الاعداد وجات انت هتستغرب إن علاء جاي من نص المال عبو كورة طريق الجلاد اللي بالإيد والراجل أساسا ما فيهوش أي شبهة في صايد مش فيه دي أخطر يعني أوضح من كورة حسن شحات كورة علامة يهوب في الزمالك مش فيه درب اسماش فولي اتحسب درب الجلاد في مرمى الأهل اللي ماتش لأهل والاتحاد والمناسبة كان محمود عصمان برضو كده بيلعب طايرة واتحسب تجون على النادي الأهل هي الفكرة كلها فكرة الترويج الدائم إنه الأهل التحكيم بيجامله لا الطرف المدار جدا من التحكيم في وقاع كارثية دي وشفت وقديه النادي الأهلي واللي بيتجامل النادي الزمالك واللي بيضار أحيانا النادي الزمالك واللي بيضار كثيرا النادي الأهلي بس فكر ذا كابتن أحمد سليمان إن أنت تعتبر حائط المبكة التاريخي إن كل المشكلة جون حسن شحات اللي ضيع التاريخ والكسين اللي قدام السموحة وإنت عندك كوارث الزمالك استفاد منها والأهل قدير منها هي دي المشكلة قادر تلعت علامة يهوب كويس إن الزملة جابوها اتفضلوا الناس اللي بتعمل خطوط دلوقت قلوا لي علامة يهوب رجلو على نص الملعب وكان لسه جاي والكابتن خطيبة يحطها له الكرة طلعت من كابتن خطيب لعلاء رايح ينفرد يجيب جون أهل وزمالك لكن محدش بيقول علامة يهوب تلغاله انفراد يجيب جون كله بيتكلم في جون حسن شحاته لأنه دي الواقع والجزء التسع حالات اللي انتو شفتوها فيها ما يكفي دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير ان نلتقي دوما إن شاء الله ونسيبكم مع حارس الأهل والكابتن شبير وأعتقد لديه الكثير والمفيد شكرا لحضراتكم